ورقة لقصاتنا دي نفهمها كده واحدة واحدة وبالتفصيل اول حاجة عندنا لازم حضرتك طبعا قبل اي حاجة تكتب اسمك لو كنت هتشترك في البحث لوحدك يعني او لو مجموعة من زمايلك تكتب اسمك انت ومجموعة من زمايلك طيب في حاجة فوق اسمها الرقم التعريفي ايه الرقم التعريفي ده هو اشبه برقم الجلوس يعني حضرتك وانت بتسلم البحث ضروري جدا يبقى موجود الرقم ده وهقولك ازاي هنجيبه دلوقتي طيب طبعا لازم نكتب عنوان الموضوع بتاعنا طيب ايه كمان موجود في الاطار العام للبحث حاجة اسمها مقدمة عن الموضوع انا لما دخلت الحلقة دخلتها كده على طول ولا قلت مقدمة قلت مقدمة انت كمان عشان لما تيجي تعمل بحثك لازم تدي نقاط مهمة جدا كمقدمة عن موضوعك طيب ايه كمان غير المقدمة حاجة اسمها عناصر الموضوع المختلفة ايه عناصر الموضوع المختلفة دي اللي هنعرفها ان شاء الله نهاردة لما يتم اعلان المشاريع بس هي بتبقى عبارة عن ان شاء الله يعني اسئلة بحثية اسئلة بحثية حضرتك المفروض تبحث فيها في كل الموضوعات او في كل المواد اللي احنا قلناها اخر حاجة معايا هو النتائج والملاحظات ايه اللي خرجت بيه من البحث تكتب ايه اهم النقاط اللي انت استفدت بيها في البحث وايه اهم النقاط اللي انت شملتها في قلب البحث ده طيب انا لست قيلة دلوقتي ان في حاجة اسمها رقم تعريفي اجيب منين الرقم التعريفي نطلع موبايلاتنا كده بسرعة ونكتب معايا الكود ده او نكتب معايا السايت ده او الموقع ده اللي من خلاله نقدر ان احنا نجيب بيه الكود التعريفي طيب احنا اخدنا الكود او دخلنا او خدنا السايت بعد ما ندخل على السايت ده او ندخل على الموقع ده نروح فين يا ميس نعمل عادي من جوجل هيظهر لنا ده ايه الصفحة دي عبارة عن ايه الصفحة دي دي الصفحة اللي انا هاخد منها الكود الكود ده او الرقم اللي انا قلت شبه رقم الجلوس واللي لازم يتحط على البحث واحنا بنحطه طيب في ايه بقى الصفحة اللي قصدنا دي فيها ايه بالزبط اول حاجة فيها حاجة اسمها الرقم القومي اجيبه منين يا ميس الرقم القومي ده في شهادة ميلاد كل واحد فينا فوق كده في اعلى الشهادة حوالي 14 رقم ده تاخدهم وتحطها للطالب ليك انت يبقى فوق شهادة ميلادتك في فوق كده 14 رقم نحطه اللي هو الرقم القومي بعد كده نكتب تاريخ ميلادنا بعد كده المحافظة اللي احنا اتولدنا فيها وبعد كده نختار النوع وبعد كده بنسجل دخول طيب لما نسجل دخول ايه اللي هيحصل هيزهرنا رقم على الشمال الرقم ده الكود بتاعنا اللي احنا نقدر نقطه جميل لحد كده طيب انا خدت الكود وعرفت ان انا هعمل بحث ايه بعد كده اللي هيساعديني طب انا اجيب المعلومات دي منين اجيبها من كتاب مدرسة ولا اجيبها من دماغي ولا اجيبها من سايت ولا اجيبها منين بالزبط طيب بيقول لنا في حاجة اسمها مراجع او مصادر للبحث عشان اجي اعمل بحث بتاعي لازم يقول لي مصادر انا جبت الكلام ده منين والمصادر لازم تكتف في قلب البحث بمعنى انا جبت من كتاب المدرسة اكتب ان انا جبت من كتاب المدرسة انا جبت من اي سايت على نت او اي موقع اكتب ان انا جبت على موقع على نت طيب ايه هي معي اهم المراجع اللي انا ممكن احتاجها طب نفترض انا يا بيس مії عنديش نات ومش بدخول عال نات وما عندش ايصالف النات اجيب مراجعة منين اجيب الكلام منين آه اول حاجة معي من المراجعة المهمة هو الكتاب المدرسي بقى الكتاب المدرسي ده مرجع اساسي لينا مهم طيب اجيب مين برضو معلوماتي اجيب معلوماتي ممكن من اي كتاب تانى عندنا مش شرط كتاب المدرسة طب انا بقى واحد بقى فاتح النات وعرف فيه بقى كل حاجة وانا هجيب معلوماتي ومنسلش من النات حلو جدا هنجيب منين بقى معلوماتنا هنجيب من حاجة مهمة جدا اللي هي اسمها المكتبة الرقمية او المكتبة الالكترونية طيب ازاي ادخل على المكتبة الالكترونية او المكتبة الرقمية يلا مبايلنا كده ونصور اللي احنا هنعرضه دلوقت طيب نبتدي الاول معايا نصور الموقع ده ده اسمه المكتبة الرقمية فيها ايه دي يا ميس المكتبة الرقمية فيها كل حاجة معلومات سور فيديوهات خاصة بالمادة بتاعتنا وبكل المواد يعني مش بس مادة الدراسات الاجتماعية لا كل المواد طيب ندخل عليها ازاي نعمل ايه يعني نيجي عند جوجل عادي ونكتب سيرش عليها هيظهر لنا السايت اللي قصدنا ده او الموقع اللي قصدنا ده طيب هتبقى بالشكل ده او بالمنظر ده انا دوس فين ادوس على كلمة اللي هي اسمها كلمة زاكر الان خلاص دست يا ميس على زاكر الان بعد كده هيوديني فين الكلام ده هيوديني لبقى ايكونات كده زي ما احنا شايفينها لجميع المواد لي مادات الرياضيات العلوم اللغة العربية الدراسات طيب احنا بقى بمأننا دراسات اجتماعية فانت لو حابب انك تجيب معلومات عامد بدنا حضرتك ممكن تخش على الايكونة بتاعة الدراسات الاجتماعية طيب بعد ما ادخل على ايكونة الدراسات الاجتماعية هيجيلي ايه هيجيلي الشكل ده لو بصنا كده على اليمين هيلاقي الدراسات الاجتماعية كل الصفوف من اول الرابع الخامس السادس الاول بما اننا احنا في السادس فاكيد هندوس على المرحلة اللي هو الصفوف السادس الابتداء طيب نفترض انا يميس عايزة ابحث بما انه قلتولي ان البحث ده بحث جماعي او بمعنى اصاح بحثي فيه كل المواد فانا مش عايزة ابحث بس في مادتي انا عايزة ابحث في بقية المواد التانية هدوس فين هدوس نرجع تاني الايكونات دي وندوس فوق كده زي ما انا مشاهرة بسه على حاجة اسمها البحث في الموقع نفترض مثلا هندي مثال على كده انا عايزة ابحث عن المناخ هعمل ايه هدوس على هكتب فوق كده في مطرح السهم ما انا حطاه ادوس على كلمة المناخ هيطلع لي بقى كل الحاجات الخاصة بالمناخ لو افترض ان البحث بتاعنا على المناخ في كل المواد بقى مش شرط في الدراسات الاجتماعية يعني هلاقيها في العلوم هلاقيها في رياضيات اي حاجة خاصة هلاقي بقى حاجات مواقع هنا باللغة العربية باللغة الانجليزية هلاقي سور هلاقي فيديوهات هلاقي معلومات كتير جدا تاي